كمان النهاردة نادي الزمالك موليد 2003 رغم غياب بعض اللعيبة المهمة لكن 2003 بيفوز على النادي الاهلي 3-0 نتيجة تقيلة من المدير الفني؟ مدير الفني المهاري المميز حسين ياسر محمدي هو المدير الفني لهذا الفريق استطاع ان يفوز على النادي الاهلي وحسين ياسر محمدي لعف الاهلي ولعف الزمالك وملعف الزمالك احرز اهدف الاهلي كسبوا 3-0 وقدموا مباراة كبيرة جدا جدا كابتن حسين ياسر محمدي مدير فني واحمد رزق مدرب عام ورامي حسن مدرب وحسني مسعد مدرب حراس مرمى ومحمود عادل حمودي اداري وحسن شعير طبيب ومحمد احمد رشاد احصاء اعلاق طبيعي وسيد جاد مهمات قرر كابتن الصام مرعي مدير قطاع ناشئين من الانزمالك وتامرة محميد ناق مدير القطاع صرف مكافئة ايجادة لفريق الكرب النادي موليد 2003 عقب الفوز على الاهلي بتلات اهداف احرز اهداف الزمالك احمد عبد الرحيم ايشو من اللعيبة اللي صعدوا للفريق الاول ومحي جمعة وعبدالله محمد ده من اللعيبة المهارية جدا جدا يعني يعيب مهاري جدا حريف جدا اه اه ودي بالجولة الخمستاشر اه لبطولة الجمهورية لموليد 2003 كابتن حسين ياسر محمدي قال انه هو سعيد جدا بالفوز اليوم على الاهلي في بطولة الجمهورية وقال ان الفوز جاء بعد تجهيز قوي خلال الفترة السابقة وهو ما نتج عنه تقديم اداء ونتيجة كبيرة في الشوار البطولة مضيفا انا جميع العبين ظهروا بشكل مميز جدا شكرا